المشاهد المشاهد اللي شفناها فيه استفاة في المصريين في الخارج أمام سفراتنا وقلصليتنا يبقى عكست حالة كبيرة جدا من الوعي عند المواطن المصري هذه المشاهد كانت ترجمتها واضحة أن المواطن مش منعزل بأي شكل من الأشكال عن التحديات اللي بتتعرب لها البلد في هذا التوقيت بالتحديد المشهد الانتخابي محتاج أن احنا نقرب منه أكتر ونشوف تصويت المصريين في الخارج ومنرحب بضفنا في الستوديو الأستاذ أحمد بيومي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات أهلا وسهلا بيكم صباح الخير عليكم بداية لما نتكلم عن المصريين قد إيه كان المنظر لافت جدا للنظر وإزاي حسينا أنهم مش في معزل عن تحديات بلدهم نزلوا وغسلوا صوتهم عشان يأكدوا بالفعل حرصهم على المشاركة فأهم استحقاق انتخابي وهو الانتخابات الرئاسية إزاي حد ركشال ده الحقيقة أنا شايف اللي حصل مش غريب طبعا على المصريين المصريين عاملين بالخارج أكثر يعني عندهم وفرة معلوماتية أكتر بكتير بحكم أن هم عايشين في دول خارجية فبيقدروا يقارنوا بين اللي بيحصل في المشهد الداخلي وبين اللي بيحصل في المشهد الخارجي فاهمين أكتر الجزء الخاص بالظروف العالمية المهيمنة فيما يخص معادلات الضخم المرتفعة الأوضاع الاقتصادية السيئة ممكن يكون المصري في الداخل حاسس بالمشكلات دي لكنه بيبص لها أن هي مشكلات خاصة بالدولة المصرية بالتحديد المصري اللي عايش برة عنده قدرة أفضل بحكم أنه هو عايش في دولة أخرى أنه يقدر يقارن ما بين اللي بيحصل في مصر وبين اللي بيحصل برة فالحقيقة هو لامس الوضع الاقتصادي اللي بيمر بيه العالم الأثار بتاعته المنعكسة على دولته وعلى الدولة المصرية وهو بيكون شايف أكتر معدلات الإنجاز يعني إحنا مثلا إحنا عايشين في البلد لما بيجي تعمل مشروع أو بيتعمل افتتاح مثلا كبر جديد أو طريق جديد أو شيء جديد إحنا بحكم إن إحنا عايشين فمتعودين مش حاسين بالتغيير لأن التغييرات بتحصل بصورة تدريجية وبمعدل بطيء فبنحس إن الموضوع عادي لكن اللي بيقعد برة سنة أو اتنين بيجي يرجع فبتلاحظ على وشه وشكل المفاجأة يقول لك ده ده جديد وده جديد وده ده البلد بنت فهم الحقيقة إن بحكم إن هم عايشين برة فهم الأكتر قدرة من حيث المعلومات إن هم يقارنوا ولمسين أكتر حجم التنمية اللي حصلت في مصر في التسع سنوات اللي فاتت وبناءً عليه فهم يعني سلوكهم في التوجه للليجان الانتخابية على الرغم إن الليجان دي أنا متأكد إن هي مش جنب كل المواطنين إن هي بتكون طبعا في العواصم أو في مقارة السفارات فبتكون بعيدة عن الأماكن السكن أو أماكن العمل الخاصة بيهم فبيقطعوا مسافات قد تصل إلى ألف كيلو متر أو أكتر علشان يوصلوا لمقر اللجنة الانتخابية ويشارك والحقيقة اللي دي بيكون لها فرحة خاصة جداً لأن هو بيبقى مستني أي حاجة تقوله أنت مصري وتعني يعني المعيار الوحيد اللي بيفرق ما بين المصري واللي مش مصري إن المصري قادر على دخول للسفارة المصرية والإدلاء بصوته في انتخابات مصر الفين أربعة وعشرين أي حد تاني ما عندهش القدرة دي وبناء أنا عليه فأنا بقيت مصري بقدرتي على أن أنا أنتزع الاستحقاق الدستوري الخاص بالانتخاب في انتخابات مصر الفين أربعة وعشرين فهنا بناجد طبعاً مشاهد جميلة بتعبر عن الولاء والانتماء للدولة المصرية العاطفة اللي بتحرك المصريين بالخارج سواء المصري اللي كان في الكويت اللي كان جاي بفعالة صحية سيئة وجاي بأجهزة تنفس ومع ذلك أسر على الوفاء لأنه هو يحضر ويدل بصوته الأسر اللي بتستحب أطفالها علشان يعلموهم يعني إيه انتخابات ويعني إيه مصر وطبعاً بيحصل حراك وتحور ما بين المصريين اللي موجودين هناك بيتكلموا في الأوضاع السياسية في مصر بيتعرفوا على بعض لأن طبعاً الجالية المصرية هناك مهما كان عددها فهو كل واحد يكون مقتصر بالحي السكن اللي هو عايش فيه وعارف المصريين اللي موجودين فيه لكن دي فرصة كويسة جداً أن أنت تتعرف على باقي المصريين اللي موجودين في الدولة فرصة كويسة جداً أن هم يعملوا تكتلات ويقربوا من بعض ويعملوا تكتلات للجالية المصرية بحيث أن هم يقدروا يكونوا مؤثرين في المجتمعات اللي هم عايشين فيها سواء أن هم يكون ليهم يدفعوا عن مصالح بعض أو أن هم يطوروا أعمال بعض سواء لو حد فيهم بيشتغل في جزء أو جزء يساعد بعض فهي الحقيقة عرس ديمقراطي فرصة تحصل مرة كل ست سنوات أعتقد أن هم سعداء بالتأكيد بالمشاركة في الانتخابات المصرية خصوصاً أننا عندنا أربع مرشحين في العام الحالي بعديولوجيات مختلفة فكل واحد إن شاء الله هيلائي ما يمثله من الناحية الفكرية والبرنامج الاقتصادي والقدرة يعني أنه هيختار الاختيار الأنسب اللي بيمثله وبيعكس المستقبل وحيكون إن شاء الله قراره ده هينعكس عليه وعلى أولاده بإذن الله بالزبط بالمقرب استحقاقات مماثلة ماضية إيه الفرق اللي لاحظتوا بنا وما بين هذا الاستحقاق الحالي طبعاً دي المشاركة الرابعة اللي المصريين عاملين بالخارج الفارق في المرة دي عدد المشكلات اللي حصلت أقل يعني فيما عادة مشكلة فنية حصلت في المملكة العربية السعودية بخروج لجنة لبعض من الوقت فيما عادة ذلك ما كانش فيه مشكلات فنية خالص متاح للنسب المشاركة المرة دي للشباب والنساء طبعاً النساء طبعاً من زمان وهما نسب مشاركة الأعلى والحقيقة هما دايماً منتصرين في هذا التحدي بس عادنا كتير متخيلين أنهم المشاركة الأعلى دايماً في الداخل لكن إحنا ملاحظين قد إيه هم موجودين ومتوجدين في الخارج هما وأبنائهم هو واضح أن الستة المصرية مؤثرة جداً في الأسرة المصرية ومسيطرة بشكل عام فالحقيقة أن النساء طبعاً بملاحظاتنا لجانة الانتخابية في جزء كبير جداً من المرسلين بيقولوا أن عدد النساء المشاركين في الانتخابات هما الأكبر لاحظنا وجود توافد شباب خصوصاً في الدول الأوروبية يعني في وجود عدد كبير جداً من الشباب اللي بيشاركوا في الانتخابات من الأبناء الجيلي التاني الأبناء الجيلي التاني مفروض أن هما أقل ارتباطاً وده بيعكس طبعا الجهود اللي بزلتها وزارة الهجرة في الفترة اللي فاتت في آآ مبادرات اللي عملتها زي اتكلم بالمصري او ان هي آآ كانت على تواصل فعال مع المصريين عاملين بالخارج في مجالاتهم المختلفة واشراكهم في الحياة السياسية المصرية سفرقنا في اسيا وامريكا الجنوبية نفس الكلام بالزبط هما يعني كان فيه جهود الحقيقة محترمة الفترة اللي فاتت شاهدنا شاهدنا آآ آآ في اسلوب عمل وزارة الهجرة آآ انعكس طبعا على آآ حالة الارتباط اللي موجودة بين المصريين يعني الموجودين او اللي عايشين برا مصر وبين المشهد السياسي اللي بيحصل في مصر آآ وكان ليه اثر جايد وان شاء الله احنا مستنيين من وزارة الهجرة مزيد من الجهود في هذا الاطار يعني ان ده حقوم علينا يعني آآ ان هما يكونوا آآ اكثر مساهمة في بناء مجتمعاتهم المصرية بحكم ان هما لديهم خبرات متنوعة واكتر واحتكاك بثقافات اكتر برا فهم شايفين الصورة اكمل يعني هو اللي بيبعد برا بيشوف الصورة بشكل اعم واشمل يعني وبيكون دايما مقترحاته ومشاركاته في بناء السياسات او بناء في ايجاد حلول القضايا بتكون اكثر فاعلية طبعا وشايف الدول التانية حصل فيها ايه يعني هل نقدر نقول ان المصرين في الخارج عليهم مسئولية سياسية تجاه البلد؟ بالتأكيد طبعا المصرين في الخارج هما يوجد نظر اليديهم مسئولية الاكبر يعني اه هما عايشين في المجتمعات اللي هما فيها مجتمعات دي في جزء منا طبعا دول اوروبية متقدمة عندنا اه في جزء اه عدد لا بأس به بالدول العربية طبعا اه اللي فعلا حقاق التقدم في مجالات عديدة قادرين يقارنوا بين اللي بيحصل في سياسات التعليم في الصحة في المشكلات اللي بتواجههم قادرين يشوفوا القنصوليات والدول التانية بتتعامل ازاي مع الجالية بتاعتها اه الحقيقة مطالبهم دايما بتكون اه اكثر فعالية في التنفيذ يقول لك بص امريكا بتعمل ايه مع مواطنيها بص اه اسبانيا بتعمل ايه مع المواطنين بتاعها فده بيخلي ان المقترحاتهم اكثر فعالية لو جون مسلا سألونا هنا في مصر عايزين نطور اه سياسة عامل وزارة الخارجية ممكن دعونا نفكر كتير واندور لكن هما بحكم ان هما اه عايشين في ثقافات اه مختلفة اه لديهم اصدقاء من دول مختلفة فادرين ان هما يقارنوا ما بين اللي بيحصل في الدولة المصرية واللي بيحصل برة وبنانا عليهم هما اه اه ادرين اكتر على اقتراح سياسات اكتر فعالية فمشاركتهم الحقيقة يعني بتكون مزيج ثقافي و و و و وخبرات اه حياتية متركمة من بلدان مختلفة هيكون دي اثر ايجابي جدا طبعا في 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 وضع سياسات عامة اكتر فعالية سواء على مستوى الداخلي او مستوى الخارجي في تعامل وزارة الخارجية او وزارة الهجرة معاهم يعني طبعا بالتأكيد اه طب اه يعني اتكلمت عن السلوك حضرتك عن سلوك المصري في الخارج السلوك ده اه قدي ايه بنسبة كم في المئة ساهمت فيه وزارة الهجرة عن طريق اه مبادرتها عن طريق اه شغلها عن طريق تواصلها بالتأكيد كان سلوك المصري قبل ما تخش وزارة الهجرة على الخط يعني اقل تفاعلا اه كان فيه شكوى متكررة قبل التسع سنوات اللي فاته وقبل الخمس سنوات اللي فاته بالتحديد ان ان الدولة المصرية غير متواجدة تقريبا غير فيه الدفاع عن المشكلات يعني انا بتدخل كحكومة او كمؤسسات لما يحصل مشكلة عند مصر برا بيلجأ للسفارة السفارة بتساعده في حل المشكلة دي اه بالطرق القانونية يعني للدولة دي لكن السياسات الخاصة بوزارة الهجرة في الفترة اللي فاتت اتغيرت ان هي بقت اكثر مبادرة انا ما باستناش انك تحصل مشكلة عشان ابعتلك واتكلم معاك بيتواصلوا معاهم علشان يشاركوا في مبادرات تمت اه بيتواصلوا معاهم عشان يعملوا مجتمعات اجتماعات اه يتعرفوا اكتر على مش بس باسألهم عن مشكلاتهم مش بقولهم انت ايه اللي بيوجهك او ايه التحديات اللي بتواجهك في الدولة انت عايش فيها او هل محتاج مني حاجة انا بسأله بقوله انا عندي القضية دي في مصر ايه رأيك فيها نعمل فيها ايه اه انت بتشتغل مهندس في برلين في المانيا تعال اقول لنا عندنا مشكلة في منظومة مترو الانفاق المصرية شوف لنا دي ممكن نحلها ازاي بناء على خبرتك فالحقيقة التواصل اللي عملته وزارة الهجرة في الفترة اللي فاتت في في الخمس سنوات اللي فاتوا يعني اه بين المصريين في الخارج اه اه كان فعال جدا كان برو اكتف يعني كان اكثر مبادرة اه ما ما اعتدناش على اه على مثل تلك المبادرة في السابق فكان ده كان ليه اثر يعني اثر كبير جدا على اه اعادة الربط بين المصريين اللي كانوا طبعا عندهم هم عندهم حب وولاء لكن كانوا حاسين بخيبة امل من فكرة ان ما فيش حد بيكلمنا ولا حد بيتواصل معنا التواصل ده احيا جواهم الامل لا ده في تغيير بيحصل اه في تطور في اسلوب تعامل الدولة مع المواطنين في الخارج اه في اه ربط مرة اخرى ما بين اه ما بينا اللي عاش بيخبر ما ما نسيوناش يعني احنا ما نسيوناش احنا لقدون لسه شايفينا ولسه عندهم قاعدة بينا وبيتواصلوا معنا وبيشركونا في القضايا المجتمعية اللي في مصر ما ما قالوش بقى خلاص احنا برا بقى احنا هنحل اه مشاكلنا جوا مع بعض ونشوف هنعمل فايه بيسألونا فالتواصل الحقيقة بيبني اه حالة من الثقة ما بين الحكومة بشكل عام وما بين المواطنين ان هو بيحس ان صوته مؤثر وصوته اكثر فعليا فبالتباعية يعني لما يجي نيجي نتكلم عن حراك سياسي واستحقاب دستوري زي انتخابات المصاري 24 اه في ظل وجود اكثر من مرشح فهيكون ليهم دور اكبر يعني ان هما لك لأ انا لازم بقى اروح الانتخابات علشان انا الفترة بشكل او باخر المرة دي صوتي هيفرق في الصندوق يعني فهي لأ كان لها اثر كبير جدا طبعا واثر ايجابي وننتظر طبعا من وزارة الهجرة المزيد لان ده حقهم واحنا حياة احنا هنستفيد ونتعلم منهم يعني هما عندهم تنوع ثقافي في حد ذاته يعني في المجتمعات اللي هما عايشين فيها يساهم في حل مشكلات كثيرة جدا يعني او تحديات كثيرة جدا او حتى يطرحوا افكار مفيدة بالنسبة انها كمجتمعات يعني في مصر يعني اعتقد عشان نقدر نقيس مدى نجاح حاملات التوعية الان بها كثير من المصريين في الخارج اعتقد ان احنا هتجين نصنف الناس او نقسمهم زي ما كانوا موجوزين يعني جرت العادة انه يتم التعامل مع المصريين كباكتش كده لكن اعتقد ان فيه فئات تعليمية مختلفة فئات في العمل مختلفة هل الجميع عنده نفس درجة الوعي وهل المبادرات دي وصلت للجميع في الخارج؟ المبادرات دي طبعا كانت مستهدفة معظم الفئات كان فيه مبادرات للسيدة المصرية العاملة بالخارج لها ست الميت راجل كان فيه مبادرات للشباب لهو اتكلم مصري كان فيه مبادرات للعلماء والدكاترة والاسادزة طبعا المصريين اللي نجحين في المجالات مجالاتهم ومجالات اعمالهم برا فانا اعتقد ان اللي حط البرنامج ده في وزارة الهجرة كان بناء على دراسات مستفيدة عن التركيبة السكانية للمصريين والتوزيع الجغرافي بتاعهم برا وهنا تواصل معاهم ازاي؟ لا اكيد تم بذل مجهود كبير جدا في جمع البيانات وتحليلها علشان يوصلوا للتأسيم بتاعت التركيبة السكانية لان المبادرات اللي تم انشاءها كانت بتعكس الى حد كبير او كان بتستهدف معظم التركيبة السكانية اللي موجودة بالخارج وكان اثرها ايجابي الحقيقة طبعا مش عايز هنا في الجزئية دي اه انسى ان في مساهمة كبيرة للظروف التي تمر بها مصر حاليا من حيث التحديات الجيوسيا الموجودة في الشرق والغرب والجنوب اه ان حرب غزة يعني ربنا يعني يفك عنهم الجيئة بتاعتهم اه كان ليها اثر كبير جدا على اه الاحساس بالتهديد اللي بيواجه الدولة المصرية والمسئولية التي تقع على عاطقهم الوقوف خلف القيادة السياسية للدفاع عن الارض والحقيقة ان من من اول بداية الحرب الوعي العام جوه مصر وبرا مصر زاد بشكل كبير جدا مع الاحساس بالخطر اللي بيواجه مصر من ناحية الشرقية والمطامع اللي موجودة عن الاراضي المصرية واحتياج القيادة السياسية طبعا الشعب هو مصدر السلطات فلما بنجي بنقول ان فيه اه اه رئيس او حكومة بحكمة اه القانون والدستور بتتكلم وبتدافع عن الارض بس بنرجع برضو ان انا محتاج تقييد شعبي ودعم شعبي علشان محدش في المجتمع الدولي يقدر يقول اه اه لأ انت ده رأيك الشخصي ده مش رأي الناس مش رأي مش رأي اهلك يعني ففالحرب والتحديات الموجودة في المنطقة وحدود الشرقية بالتحديد طبعا كان لها اثر كبير جدا في بناء اه وعي شامل لدى الموطن المصري داخليا وخارجيا والاحساس بحجم وخطورة الاوضاع اللي موجودة اه على الحدود المصرية اللي بتتطلب تكاتف واعتقد ان جزء كبير من المشاركة في الانتخابات اه الفين اربعة وعشرين بالنسبة للمصريين هو اظهار للعالم التأييد الشعبي للدولة والحكومة المصرية التأييد الرئيس القادم اين كان من هو اه ان فيه تأييد واسع لي وان السياسات اللي بياخدها دي سياسات وراها شعب وان محدش هيقدر يملي علينا اه اه قراراته او اه او اراءه وان لا يمكن باي حال من احوال لو يدراع المصريين احنا وانتخب رئيس ورئيس ورا شعب وهندفع عن ارضنا وعن حقوقنا اه مهما كلفنا الامر صحيح على اي حال احنا النهاردة يعني ربما في بداية اليوم الثالث من ايام اه تصويت المصريين في الخارج اه المشاهد ما زالت مستمرة التصويت ما زال مستمر سفراته الخنصريات ما زالت جاهزة اه اكيد اكيد حتظهر ايضا عدد اخر من السلوكيات اه اللي محتاجة لتحليل السلوكيات الايجابية اللي محتاجة لتحليل المشاهد اللي محتاجة لا اه اه ابراز في اه الخارج شكرا لك الاستاذ احمد بيومي الباحث في مركز مصري الفكر ودرسات يمكن حللت معانا ومن وجهة نظرك يعني كافة هذه المشاهد الانتخابية خلال الايام الماضية شكرا جزيلا احرك شكرا